بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثاني عشر من الفصل الرابع لمكرر هندسة البرمجيات في الجزء دي يا جماعة هنتكلم عن موضوع اسمه Natural Language Specification أو تحديد مواصفات Natural Language طيب إيه Natural Language يا جماعة هي اللغة الحية اللغة الطبيعية اللغة اللي بتكلم بها الإنسان العادي تمام بيقولك في بعض الأحيان توصف المتطلبات على هيئة إيه Natural Language لغة حية وده يتبعوا إيه مزيد من الجمل اللي المتعرف عليها اللي احنا كلنا فاهمينها كيوزرز طبعا وإيه وبعض الديجرامز ممكن تصبرت لها طيب حلو قوي طعا نشوف مع بعض بقولك إيه Requirements are written as natural language Sentences يعني إيه جمل Supplemented by diagrams and tables جميل يعني بنعملها بإيه بالديجرامز وبإيه وبالجداول حاجة تانية يا جماعة بقولك طيب طالما أنت بقى عملتم بمتطلباتك بالnatural language توقع مين بقى إيه اللي هيستخدمها اليوزر العادي الكاستومر ولا السيستم لا اليوزر مش كده مش عينتفقنا وقلنا أن اليوزر هو اللي بي إيه تحديد موصفاته بتتمي بالnatural language إذن this means that the requirements can be understood by مين يا جماعة by users and customers إذن لو شفت إن فيه متطلبات مكتوبة بلغة natural language لغة عادية وشو هات جداول وشو هات ايه أعرف إن ديه محددة مين لليوزر والكاستومر طيب هل الnatural language لها عيوب يا جماعة أقولك لها عيوب problems with natural language إيه هي العيوب اللي ممكن تشوفها lack of clarity نقص في الوضوح ساعات في بعض الأحيان والدوكومنت اللي مكتوبة بها ما تقدرش تقراها فده بيبقى فيها صعوبة difficult to read ما تقدرش تقراها كويس طيب في حاجة تانية requirements join up في بعض الجمل ممكن تدمج مع بعضها يعني وإنت بتوصف وصف معين أو وصف للمتطلبات بتاعتك بالنسبة للuser requirements بتلاقي ان بعض الجمل تدمج مع بعضها عادةً بيحصل خطأ يا جماعة دايماً وإنت بتكتب sentence بتقوم كتب جنبها and كذا مش كده and ديت يا جماعة هي عملية دمج ما بين جملة الأولانية والجملة التانية ودي خطأ على فكرة قوي بتبقى فيها مشكلة بعد كده لو حاول بقدر الإمكان تتجنب كلمة and دي ابدأ جملة رقم واحد ثم الجملة التانية بعدها رقم كام اتنين ما تحاولش تعمل join up طيب فيه برضو خطأ تالت او مشكلة تالتة ممكن تحصل اللي هي الكونفيوجن كونفيوجن يعني يعني الخلط يعني حاجة مش واضحة يعني خليط ما بين بعض بعض المفاهيم طيب المقصود بها هنا بكلمة الخلط ده مقصود بها ان functional and non-function requirements ممكن تخلط مع بعضها وما تعالش يفرق ما بينهم هنقول مع بعض ان functional and non-function requirements لا يمكن انك تحددهم و to be ايه بقى to be mixed يعني mixed up يعني يتيم الخلط ما بينهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة